أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسطا سوف نتكلم اليوم عن lesson 8 من اليونت الثاني درسنا اليوم يتكلم عن المحاضرة الثانية من اليونت الثاني في هذه المحاضرة تتكلم عن عيد الفطر وما هو الحوار الذي دار بين ياسر وسايمون وفادر ياسرز يعني والد ياسرز سوف نبدأ بقراءة الدرس ثم نستمع إلى المقطع الصوتي في نهاية الكتاب ومن ثم حل التمارين أو حل هذه الكلمات ومعاني هذه الكلمات ياسر فاذر إكسبلاينز عيد الفطر إلى سايمون يعني والد ياسر يشرح عيد الفطر إلى سايمون كيف حاله؟ تكلم عن الصور read aloud and work out اقرأ بصوت عالي and work out وابحث what yasr's father says ماذا يقول والد ياسرز هنا لدينا مجموعة من الصور المختارة الصورة الأولى it is festival at the end of رمضان هناك احتفال أو مهرجان في نهاية رمضان الصورة الثانية what is Ramadan ما هو رمضان؟ the third picture is الصورة الثالثة الرمضان we fast during the day from down to dusk في رمضان نحن نصوم we fast نحن نصوم during the day خلال اليوم from down من الفجر إلى الغروب أو الغسق الصورة الرابعة كما تلاحظون هنا الغسق هنا يتسائل الصورة الخامسة الصورة الساسة we break our fast our fast after sunset نحن نكسر صيامنا بعد الغروب what is it الفطر first webride نحن أولا نصلي ثم نعطي النقود للماء للناس الفقراء عيد مبارك ننهننا إلى قارب والأصدقاء listen and look at the pictures work out the meaning of these words نبحث عن معاني هذه الكلمات أولا سوف ننتقل في نهاية الكتاب حسب ما مذكور هنا 24 23 يعني صفحة وبعد ذلك سوف نستمع المقطع الصوتي ومن ثم نقرأ ما نقرأها القطعة كاملة والمحاورة بين ياسر و سامون و father yasers والد ياسر ثم نشرحها ونبدأ بحل هذه المعاني هذه الكلمة هذا هو في صفحة 68 unit 1 هذا الحوار اللي داره بين سامون ياسر and father ياسر والد ياسر سوف نستمع عن المقطع الصوتي وبعد ذلك سوف نأتي إلى قراءته وشرحه ببساطة سون سابون سأرى. سأرى. أمدل هذا سيمون من لقمه. كيف حالك؟ كيف حالك؟ سيمون يريد أن أعرف أيد الفيتر. أمدل الأيد الفيتر؟ أمدلًا، فقط مدك في الدكتور أمدل رمضان؟ لا، لا أقل. ألا أخبار ألا المصرحي الأسراطية التي يتواجه في المسلمين ما لا يمتوا أو نشرب أي شيء في المنطقة ما يتواجه في الماء ومقرأة إلى المرات ومقرأة المنطقة ومعي الأرقل المرات لا يتواجه، لا يتواجه لايزه ليس هذا قددا؟ لا، ليس قد أرى همون المسلمين بذلك لأننا نفعل ما يتواجه نعم هذا يجب أن تكون لنا ليس بأس جيد من جيد أن تأكل جيد لا تأكل جيد؟ نعم, نأكل جيد جنبه لكن أذكر أن أحب في العامة أماما وكانت أجل الهواء وكانت تشعر في عامة ونحن لدينا لتنمع لتفتح كبير من منذ 5 وقت من منذ أعلى إلى 9 وقت منذ صغير وحيث 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 وحيث. فهذا كان مهداً. وكذلك. وحيث... ماهيه أهل فترة؟ ماذا؟ ماذا؟ فترة فترة في النهاية في رمضان. عندما يمكننا ينقل نفسه ويجب نعرق ويجب في المتابع. وما تفعل؟ تفضل؟ لا، لا أتفاق. شكراً لنبدأ في المنزل من المدين أولاً ننفع ثم نذهب إلى مدينة أو موزنة لأسفلين نرى اشتركنا ونظرنا الكثيرين نقولاً أدس مباراك أدس مباراك أدس مباراك أدس مباراك إنه مباراك وقت جيد شكراً لك ذلك یہ مهتمر جداً بعد ان استمعنا عزان الطلبة الى المحاورة او الحديث الذي دار بين سايمون وياسر وأبي ياسر ننتقل الان الى قراءة هذا الحديث وترجمته وفهمه وما هو الحوار اللي دار بينه ايد الفتر listen and look at the pictures يعني استمع وانظر الى الصور سايمون ما هو ايد الفتر ما هو ايد الفتر ياسر my father will tell you come and meet him foot steps يعني خطوة خطوة او مرحلة دق الباب dad this is Simon from England ما هو ايد الفتر ياسر my father will tell you ابي سوف يخبرك come and meet him تعال وقابله طرقة باب dad ابي this is Simon هذا Simon from England من انجلين father how do you do كيف حالك Simon how do you do كيف حالك ياسر Simon wants to know about ايد الفتر dad Simon wants Simon you read to know ان يعرف about حول ايد الفتر dad ابي father ايد الفتر ايد الفتر عيد الفتر well حسنا fairest of all قبل كل شيء او في الاول do you know about the holy month of Ramadan do you know هل تعرف about حول the holy month الشهر المقدس of Ramadan هو رمضان Simon no I am afraid I don't كلا انا متأسف كلا لم اسمع father رمضان is the name of the month when muslims fast رمضان is the name هو اسم of the month الشهر when muslims fast عندما يصوم المسلمون we don't eat or drink anything in the daytime we don't we don't eat or drink نحن لا نأكل ولا نشرب anything أي شيء in the daytime في اليوم we fast from down when the sun rises until dusk نحن نصوم we fast نحن نصوم from down when the sun rises عندما تشرق الشمس من الفجر أو من الفجر عندما تشرق الشمس until dusk إلى الظلام when the sun sets عندما تغيب الشمس even the restaurant are closed no coffees nothing حتى the restaurant are closed حتى المطاعم are closed تغلق no coffees nothing لا مقاهي لا شيء سيمون isn't that difficult أليس ذلك difficult صعب no not really ليس حقا all muslims are happy to do it كل المسلمين ساعدون لفعل ذلك because بسبب we are doing what Allah tells us to do نحن we are doing نحن نفعل what Allah tells us ما أخبرنا الله أن نفعله and it is good for us وهو جيدة لنا it isn't a good idea to eat too much ليست فكرة جيدة للاكل الكثيرا سيمون don't you eat at all ألا تأكل كثيرا أو في كل الوقت oh yes we eat when the sun goes down نحن نأكل عندما تغيب الشمس but I remember once I was in England during رمضان نتذكر أحد المرات أنا كنت في انجلترا during رمضان خلال رمضان and it was summer وكان الصيف when the days are very long عندما يكون اليوم طويل جدا in انجلترا في انجلترا we had to fast for long time نحن كنا نصوب لوقت طويل from five o'clock in the morning until half past nine at night نحن كنا نصوب من الخامس صباحا إلى التاسع والنصف ليلا and it was very hot and sunny وكان جدا حارة ومشمسة that was a bit difficult كان ذلك حقا أو كثير الصعوبة سايمون واو yes but what is عيد الفطر واو يعني مندهش حسنا لكن ما هو عيد الفطر father oh yeah sorry عيد الفطر is a festival at the end of رمضان عيد الفطر هو احتفال أو مهرجان at the end of رمضان يعني نهاية رمضان it is when we can break out break our fast and eat and drink again in the day time it is when عندما we can نحن نستطيع break out fast تكسير الصيام أو ترك الصيام and eat and drink وأكل وشرب again مرة أخرى in the day time في اليوم سامون and what do you do do you have a party وماذا تفعل هل لديكم حفلة فضر no not really لكلا ليس حقا I will start at the beginning of the day أنا سوف أبدأ من البداية في اليوم فرست الأول عيد مبارك نحن نقول لهم عيد مبارك سامون عيد مبارك فضر no oh happy I suppose in English it is a very happy time أنا متفاجئ بالإنجليزية هي جدا وقت رائع سامون thank you for explaining it was very interesting شكرا لشرح ذلك كان جدا ممتع فضر not at all بدأت هنا أعزائنا الطلبة من قراءة الحوار للدارة بين father yassers and yassers and simon وشرحنا كيف كان عيد الفطر نأتي الآن إلى قراءة هذه المعاني وترجبتها festival بمعنى مهرجان أو احتفال down بمعنى الفجر dusk بمعنى الظلام fast الصيام break our fast يعني أفطرنا هذا بما يخص أعزائنا الطلبة unit 2 listen 8 إلى هنا أعزائنا الطلبة أنت هي درسنا لهذا اليوم أتمنى قد استفدتم من هذا الدرس ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب في الفيديو